بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معي نشارك معكم بعض من هات الطلبية أو لبعض من هات الحلويات يالها هات الطلبية للحمد لله كينالوا استحسان يالكلينات الجولي وناجحين ولله الحمد هندكر لكم طب هات الحال جميع أسرار باش ينجحوا معكم دابا غدير مروا للمقادير والطريقة في نفس الوقت نبدأ معكم إن شاء الله على بركة الله نبدأ بالفقاس اللي دائما الحمد لله كينجح وكي يعجب الكلينات الجولي نديروا كأس جيل اللوز بحكم أن ندير هات الفقاس باللوز كأس جيل اللوز اللي غادي نغسله ونمسحه عندي نافع وحبة حلاوة معلقة معلقة منهم غادي نصهدهم ونهرمشهم كدل كأنجحات جيل اللوز بحل ماء نضيف نصف كأس ماء الزهر نضيف نصف كأس ماء الزهر نضيف نصف كأس ماء الزهر نضيف الفقاس الصباح نضيفه في الصباح الضيق الوقت انا خدمته في الصباح اذا بعد ما طحنت هذو كلمة قادية اللي شفتوا معايا غادي انخلط هنا عندي مع القادية النافوح بتحلاوة من بعد ما صهدتهم و هرمشتهم ما طحنوه مش بززاف فقط هرمشوهم بش يتلقوا يني الرحة في الفقاس كذلك الزنجلان فقط نقيت ورها خضر ما حمرتوش كذلك غادي نضيف كيميا من اللوز عندي هنا كأس دي العنباء عامر و الدقيق الى حسب الخاليط قوام دي الفقاسة اغلبية كيعرفوه و غادي نضيف كذلك جوج خمارات حمر او الخمارات الحلوة من فئة 8 جرام يعني عندي هنا اياف في المجموع 16 جرام ديال الخميرة خاصة بالحلويات غادي نضيف الدقيق و انا كنخلط حتى كنتحصل على هاد القوام كيف مما كتشوفوه هور ما كتلاسقش في اليدين و ما يكونش قاسح من طبيعة الحال بالنسبة للحجم ديال الحرابل اللي غادي ندير كيبقى على الحسابيط الطاوع اللي غادي ندخلو في الفران غادي نشكل حرابل تكون حجم معقول ما تكونش غليضة و ما تكونش رقيقة خدوا بعيد الاعتبر انه بقي غادي تنفخليكم في الفران و كيبقى الحجم ديالهم على الحسابيط الفقاسي كيبقى حرابل تكون غليضة غادي ندخلهم الفران يكون بارد عند هنهم صفرت البيض مع شوية الكاكاو او القهوة السريعة الدوابان و نديروا خطوط عادي اللي مولفين في الفقاس الفران يكون عافية مهيلة بحش معه و نفسه شوية الفران باش ميترتقش لكم ضروري ضروري الفران ميكونش مجهد إلا سخنتوا كتر من القياس غادي ترتقليكم إلا كات عندكم طواة خفيفة نديروا تحتها شلاطة أخرى إذا خليت الفقاسي ديالي في الفران كي طيب و غادي نمر باش نقاد الحلوة ديال التمر عندي هنا ايه زبدة مخلطة ما بين أصل حيواني و زبدة ديت البواطة و انا ندرت هنا زبدة من أصل حيواني هي الكتيرة اختيار النوعية و طبيعة الحال لحسابية الكليان اضفت كذلك معلقة ديال السكر غلاسي ممكن لكم اضيفه حتى كاس ديال السكر غلاسي بالنسبة لكاس انا عبرت بهذا الكاس الصغير ندرت معلقة ديال السكر غلاسي و كذلك كاس ديال زيت المائدة إلا درسوا كاس ديال العنبة ممكن لكم ديروا كاس ديال العنبة عمر او لا فقط نصف كاس لانه كتجي مرملة لاني نخدم ماء بالزبدة بأصل حيواني اضفت كذلك نصف كاس ديال الماء الزهر و قبيصة ديال الملح سوف نحاول نخلط هذه العناصر مع بعضياتها الزبدة مطابعة الحمل الأحسن تكون بحرارة المطبخ باش كتسهل علينا كما سبق اللي ذكرتي إلا خدمت زبدة ديال المارغارين نديروا كاس ديال العنبة ديال الزيت انا خدمت هنا داخلة كيمية كبيرة من الزبدة من أصل حيواني كتكون مية دماء عليها درت فقط كاس صغير نخلطوه طلعناصر مزيان حتى نحسو بهم تخلطو و نسمو العجينة باش ما بغيتو انا درسنا نكا ديال طناطا يمكن لكم ديرو فلون كاراميل ديرو الساشي ديال الزهر كيبقى لكم الاختيار مطابعة الحل كتنسمو باش ما بغيتو مطابعة الحل لحسابيس كل واحد واشنو تيبغي يعني الكلين اشنو باغي نخلطوه طلعناصر مع بعضياتها و غادي نبدو نضيف الدقيق لحسابيس الخليط مطابعة الحل الخليط يكون ارتطب تقريبا بحل قوام ديال دوازاتي و الخميرة لا نستعملها فقط العناصر و الدقيق على حسابيس الخليط كما سبق اللي ذكرت بالنسبة السكر غلاسي يمكن لكم ديرو حتى كاس للي كيبغي الحلاوة على حساب الكليان او لا لا شخص لكم انتماش بغيتوها حلوة او لا معتدلا لانه التمر راحلو حتى هو اذا مبعد ما اضفت الكمية هذا هو القوام اللي عجينك فما كتشوفو راتيكو نرتطب غادي نشكل منو كويرات لحسابيس الحجم لحسابيس الحلوة وش بغيتوها كبيرة او صغيرة اذا بالنسبة للحشوة نصف كيلو وغادي نضيف لي معلقة كبيرة ديال الزبدة من الاصل حيواني اللي هي كتعطي المعدة وخات خدموا العجينة بمارغارين من الاحزن الحشوة نديروها بالزبدة الاصل حيواني او بالزبدة الممتازة كذلك اضفت هنا يا معلقة ديال القرفة ومعلقة او لجوج معلقة ديال الماء الزهر بالنسبة للماء الزهر انتم ما كتحكموا يعني كتضيفوا على حسابيس القوام ديال العقدة يمكن لكم تفوروا التمر ولكن هو كيجي شوية جارية لفورنا فالدار يعني ما تضيفوش لي مزهر ديفو القطارات ديال الروح الزهر اردو البال من العقدة باش ما تخفافش ليكم إلا كانت عندكم جارية رهية اللي كانت ترطق لكم الحلوات ديتكم او لمعمول التمر ضروري اخذكم تردو البال هاد الخطوة سوف نخلط هاد العناصر مع بعضياتها كما كتشوفو انا ما تليتش ضفت فقط هاديك الكيمية ديال المزهر اللي ضفت ما عودش زيت ماء الزهري لحسيتو بالعقدة اصلا عندكم خفيفة نضيفو الروح ديال مزهر عوض الماء الزهر سوف يدوو القوام اللي ابغيت بالنسبة ليا قدي نضيف ليها كيمية من القرقع اللي سهدو وهرمشو يمكن لكم تضيفو كاوكاو مهرمش اللوز مهرمش كيبقى لكم الاختيار اولا فقط تضيفو فقط الزنجلان اولا فقط التمر بوحديتو كيبقى لحسابيته رغبان طبيعة الحال ديال الكليون ديالكم اذا نضيفت كذلك معلقة ديالت زنجلان معلقة كبيرة اولا جوج مهالق على حسابيت يعني انتم واشنو بغيتو نصهدهم شوية بنسبة لعقدة كنصهدو عقدة التمر كنصهدو المكسارات اللي كنضيفو لها اذا ندول قوام ديال العجينك فما كتشوفو اولا العقدة عفوا غدي نشكل كويرات منها ونحطهم على جانب كذلك اذا نوريكم الطابع اولا الطريقة باش غدي تشكلو في الطابع من الاحسن جربو حدا باش مجيكم شغيرة جربو اللولانية وعليها غاتمشو في القياس من كلكم تنقشو فقط بالمنقش اولا تستعملو الطابع اذا هدي هي العجينة بعد ما عمرتها كندلو شوية ديالدقيق باش مينسقش لكم المعمول اولا الطابع مع الحلوة وكنتغطو عليها بها الشكل بكل بساطة وراء موجودين في الاسواق انواع كتيرة ديال المراشم غادي نستمر على هذا النحو حتى نكمل العجينة كاملة وغادي نخليها جانبا انتبت او لا تقيل ساعة ساعتين بالنسبة لي انا كنت مزروبة على فقط حتيتها 11 رجم كيدخل منه الريح تحتيت بها نشفات تقبتها بواحد الابرة اللي تكون مع قمة ودخلتها الفرن بعد ما خرجت الفقاس ديالي الفقاس راني غطيته بميكة بتوب خفيف وبلاستيكة وغطيته باش الصهد يرجع عليها ويرطاب ليه في تقطع مين محنيش بالنسبة للحلوات التمر كيفما كتشوفو رك نحطوها على الفرن يكون سخون والعافية تنقصوها شوية كم توسطة ونخليوها تاخد وقتها في الطياب كيفما كتشوفو كتتحمر كيبقى الشكل ديالها كيفما هو تقابرهما بينين ضروري تقبوها باش ميتنفخش لكم المعمول في الفرن و الفقاس هوا من بعد ما ارتاح ليه وقطعتو ودخلتو الفرن على اتباعي مهيلة ضروري 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 لعافية تكون مهيلة باش يجيكم مقرمش حتى اللوز اللي كين لداخل يجيكم مقرمش ويجي محمر الى جهة العافية يتحمر لكم وتيبقى اللوز ابيض هدو هما النصائح اللي يمكن نقدم لكم بالنسبة للفقاس الموس يكون ماضي بالنسبة للشكلات اللي كتشوفو وسبق لي شاركتوه معاكم في القناة وان شاء الله الى اكتب ونعود نشاركه معاكم بالنسبة للتمر حلوات التمر ضروري خاصة حتى تبرد لكم مزيان عادة كتديروها في سكر كلاسي انا مفرنت هاش في كيميا كبيرة هل حسابيت الرغبة ديال السيدة وهذا هو الكوموند ديالي حاولت نشارك معاكم فقط جيش الانواع ضيق الوقت و باش ميكونش الفيديو حتى طويل الحلوة جات رائعة الديدة من السماء انا بديك الزبدة اللي دخلنا فيها وبنك هذي تناطا كجي اكتر من رائعة نتمنى انكم تجربوه بالنسبة للنساء اللي في بيوت ديالكم علش لما تخدموهومش لكوموند هادو بجوجهم معلكات ديال كوكا وحده بسكر وحده بلا سكر وهذي الكعبة وهذي البهلة ومن لا يعرفوها نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا استفتتم الفيديو ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيعوا ودائعوا باشا جمnas باشا باشا اشتركوا في القناة